انطلقت دولي الجزائري يوسف عطال في مرحلة إعادة التأهيل تحسباً لعودته من الإصابة التي تعرض لها وبدأ اللاعب عمله مع المحضر البدني للنادي تحسباً لعودته المحتملة بداية من مباراة الأسبوع القادم ضد نادي سترسبورغ حسب ما كشفته وسائل إعلام فرنسية والتي أكدت غياب عطال على اللقاء الغد ضد نادي آميا وهي المباراة الثالثة على التولي التي يغيب فيها اللاعب عن الميدين